تضرب العنق حبة الزيتون وتصير الحب تهر تكون موجودة على الشجرة وتهر على الأرض وهذه كمان إلى ترابس اسمه دلتا ترابس كمان بتعدون إذا صار في عندك خمسة إنساك بترج ديمتوات هذه بتوقع لك الحب على الأرض يعني بدل ما تكون اللي يبقوا عندك كبروا الحبات عقد الزهر وكبروا الحبات تضلوا على الشجرة بصير توقع لكيهم بالصيفية على الأرض عندي سؤال على الأنواع الزيتون يعني بيقولوا في عنا ذريته اسمه سوري وفي عنا أنواع تانية هل أول أنواع في واحدة منهم بتعطي أكتر كاريتة بتعطي أكتر أوقات كمية أو فينا نطعامهم أو ما نطعامهم كيف بتصير الخبري في ناس لأنهم ما بيحبوا نوع الزيتون طبعهم وفيهم يطعامهم أو لا بلو كل الزيتون بالطعم هلأ إذا كانت شجرة كبيرة بالطعم على الغصن فيك طعمها هي صغيرة وتكبر بفرد مرة نحن بدونينا عنا فريتة اسمه سوري هلأ في بيقولوا تحت الفريتة عندك دفامي عندك عيروني عندك صوراني عندك بلدي عندك شامي بس ما في تقلق أنه في إتود باللبنان تقول أنه عن جد شو الفرق بين بالجينوتيب والفينوتيب طبع كل فريتة منهم ما صار بعد هالشغل موجود الأداءين ما نعمل بعد بس في منهم يعني مثلاً واحدة أحسن تعيش على السحل واحدة أحسن تعيش على الجبل ولا ما بيأسر للأنواع لا باللبنان ما بيأسر أكتشلين ما في حتى هالشي من يحبون أكتر يزرعون عندهم أكتر عيروني بشمال في مناطق فيهم أكتر عيروني بجنوب محلات فيها الشامي يعني معواديين لأنه بس مش لأنه جربوا غير فريتة ورجونالو لأنه صارت معهم أنه حدا جاب دولة جابت أو حدا جاب كمية من هالبلانتو وزرعوا حتى أصلاً الفريتات الإسبانية والترينية الموجودين بلبنان اللي توزعوا بالسبعينات توزعوا على المزرعين ما حدا بيعرف شو كانوا صاروا يزرعوا وهلأ صار في عندك مشكل شوية بالمناطق مرسي كتير يوسف على المعلومات بك كتير من جهد كتير السفدنا منهم هلأ متوقف مع وقفة شكراً لكم شكراً لكم